الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وقفتنا مع هذه الآية حول التفاؤل في دراسة حديثة حول القرآن الكريم أثبتت هذه الدراسة أنه لا يوجد كتاب على وجه الأرض يمنح المؤمنين به التفاؤل والأمل والفرح والسرور مثل القرآن الكريم هذا الكتاب الذي يكفي أن تقرأ فيه فيمنحك الراحة والفرح والأمل والسرور رأيت إلى الذي ضاقت عليه الأمور وضغطته الدنيا حين يقرأ فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فتسكن نفسه ويهدأ فؤاده أيها الأحباب الكرام تعلمنا من القرآن أن الرحمة غلبت الغضب وأن العفو سبق العقوبة وأن النعمة تقدمت المحنة فاعلم أنه ليس من شدة إلا وبعدها رخاء يؤكد على ذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى يقول أهل التفسير جاء العسر في الآيتين معرفاً والقاعدة العربية تقول إن المعرفة إذا كررت فإنها تدل على شيء واحد وأما اليسر فقد جاء في الآيتين نكرة والقاعدة العربية تقول إذا كررت النكرة فإن النكرة الثانية تكون غير النكرة الأولى وفي هذا دلالة على أن العسر المكرر واحد واليسر المكرر يسرين ولذلك جاء في الأثر لن يغلب عسر يسرين يقول ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه لقد وقع يونس ابن متة عليه الصلاة والسلام في البحر فابتلعه الحوت واجتمعت عليه ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل فضاق صدره وعظم كربه ففزع إلى ربه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فبدل الله عسره يسرا وضيقه فرجا وغمه سرورا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ومس أيوب عليه الصلاة والسلام الضر فنادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فكشف الله ضره وأعطاه من فضله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين فيا من ألمت به الشدائد أيقن بأن نفحات اليسر تحوطك وأن ربك قريب منك بلطفه وكرمه سبحانه وتعالى إذا اجتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في مضى منها الخطوب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فمقرون بها الفرج القريب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا البلاء وأن لا يفتننا في ديننا وأن يجعل السعادة في حياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته